بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم مع برنامج الأهلي في رمضان برنامج له طبيعة خاصة يتيح لنا أن نتناول فيه بعض القضايا الخاصة اللي مش بتجد حيز كافي لمنقشتها وأعتقد النهاردة عندنا ثلاث قضايا هامة سيتم منقشتها بإذن الله مع الزميل إبراهيم أهلا بك أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد رمضاني جديد معكم والأهلي في رمضان زي ما المهندس عدلي قال الأمسيات الرمضانية فرصة لالتقاط الأنفاس ومراجعة الأفكار وأعتقد الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة حافلة كثيرا بأضايا مهمة جدا كان البعض متنسيها أو يمكن الصراع بتاع النقطة والمباريات والدوشة الكتيرة في الملاعب كانت بتخلينا شوية مش واخدين بالنا من قضايا مهمة جدا وصلت إلى درجة التأثير على أرواح اللعيبة أحمد رفعت لعب فيوتشر الحمد لله بشموند استعافة واسترد وعيه بنسبة كبيرة جدا وباقي بس بعض التابعات سواء ما يتم التعامل فيها مع الكلة أو مع الرياء إن شاء الله ربنا يتميله عاجل الشفاء لكن قضية الصحة في الملاعب وأرواح اللعبين قضية كمان المنشطات وخطرتها على ملعبنا وأعتقد كتير من الأضايا المهمة أستاذ إبراهيم في النقطة دي أنا مش بقطعك لكن بأكد يجب مناقشة ثلاثة أمور همه جدا أستاذ إبراهيم في مقدمتها إحنا متجهلين موضوع المنشطات والمنشطات لها تأثير خطير جدا على شبابنا سواء اللي بيروحوا الجيم أو اللي بيلعبوا في الرياضات يعني فيها مجهود مضاعف أو عنف ولا ينبغي نحن ننخش الأمور بمواراة عايزة صراحة الموضوع مهم وكبير كمان في قضية تانية أستاذ إبراهيم وهي ليه علاقة بسلامة الملاي أولا قضية غسيل الأموال ثانيا المراهنات المراهنات خطر حقيقي يعني وراء ستار كده كنا بنظن أنه هو ستار الحقيقة لكن واضح جدا أنه موجود على السطح بفاعلية شديدة جدا وبتأثير كبير ومعرفش للتحاد المصر لكرة القدم والقائمين على اللعبة سكتين ليه ده برضو جزئية من اللي حنقشها النهاردة كمان أعتقد قضية المنتخب الوطني واستعداده لهذه الدورة الودية اللي حيبدأ بكرة إن شاء الله تعالى مع نيوزلندا مصر ونيوزلندا بكرة الساعة عشر مساء إن شاء الله مساء الجمعة وافتتاح بطولة عاصمة مصر في استاد مصر في العاصمة الإدارية يعني طبعا ده حدث بيفرد نفسه لأن كل الجماهير المصرية تترقب التجربة الأولى للجهاز الوطني الجديد بقيادة الكابتن حسام وحسن وبرهيم حسن وتنتظر تشوف حاجة بإذن الله تطمئنها على القادم ولكن أستاذ إبراهيم القضايا الثلاث اللي احنا أشرنا إليها صدقوني الكرة المصرية ليست بمنأة عن التأثر بالقضايا دي فعايزة مواجهة صريحة من أعلى المستويات وفتح هذه الملفات بدرجة عليها من الاهتمامات